لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي أبل حسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري الكشيري رحمه الله تعالى رحمة واسعة والمشهور باسم الصحيح مسلم وتيسير شرحه في كتاب البحر المحيط الثجاج لشيخ نشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة والسند المتصل لإمام مسلم قال وحدثني شيبان بن فروخ وهذا تحت الباب الذي بوب له الإمام نوي باب بيان غلض تحريم النميمة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان قال الإمام النوي رحمه الله تعالى باب بيان غلض تحريم النميمة وبالسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثني شيبان بن فروخ قال وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال كلاهما قال حدثنا مهدي قال وهو بن ميمون قال حدثنا واصلنا الأحدب قال عن أبي وائل قال عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة نمام فيبان بن فروخ الحبطي أبو محمد الأبلي صدوق يعني من صغار التسريع عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد بن مخارق أبو عبد الرحمن البصري ثقة جليل من العشرة ومهدي بن ميمون الأزدي المعولي أبو يحل البصري ثقة من صوات السادسة واصل الأحدب واصل بن حيان الأسد الكوفي ثقة ثقة من السادسة وابوائل شقيق بن سلم الأسد الكوفي ثقة مخضرة من الثانية وحذيفة بن يمان العبسي حليف الأنصار الصحابي ابن الصحابي رضي الله تبارك تعالى عنهما مات في أول خلافة علي رضي الله تبارك تعالى عنه ثم ذكر الشيخ محمد الأدم رحمه الله تعالى رحمة النسي على طائف الإسناد فقال منها أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى وله فيه شيخان قرن بينهما وفيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنى والسماع كذا أن الصحابي في هذا الحديث من السابقين الأولين إلى الإسلام وهو أمين سر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه بما كان وبما يكون إلى أن تقوم الساعة واعلمه أيضا بأسماء المنافقين حتى إن عمر رضي الله عنه كان يسأله هل هو منهم أم لا وهو ابن صحابي فاليمان واسمه حسل أو حسيل صحابي أيضا استشهد بأحد رضي الله تعالى عنهما أما عن الحديث فأقول عن حذيفة رضي الله عنهما ابن اليمان أنه بلغه أن رجلا لم يعرف اسم هذا الرجل ينم الحديث قال ابن الأثير النميمة هي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر قال الفيومي نم الرجل الحديث نما يعني سعى به ليوقع فتنة أو وحشة وقال الأمام نوي رحمه الله تعالى قال العلماء النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث فقال حذيفة وفي رواية همام الآتية فقال حذيفة إرادة أن يسمعه يعني يسمع هذا الرجل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يعني إنما ذكر حذيفة الحديث لأجل أن يسمع الرجل النمام الوعيد فينزجر عن نميمته قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة أي في أول وهلة أو إن استحله وقال الإمام النوي فيه التأويلان المتقدمان في نظائره أحدهم أنه يحمل على المستحل لا يدخل الجنة على المستحل بغير تأويل والثاني أنه لا يدخلها دخول الفائزين والثاني أنه لا يدخلها دخول الفائزين ونمام يعني فيها فتح النون وتجديد الميم للمبالغة وفي الرواية التالية قتات وأنه أيضا النمام وقيل الفرق بين القتات والنمام أن النمام الذي يحضر القصة فينقلها والقطات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه وكما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى حقيقة النميمة إفشاء السر وهدك الستر عما يكره كشفه فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة يقول شيخ نيسيك محمد علي آدم رحمه الله تعالى رحمة وسعة تنبيه اختلف في الغيبة والنميمة هل هما متغايرتان أو متحدتان والراجح التغاير أو أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا وذلك لأن النميمة نقل حال الشخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه سواء كان بعلمه أم بغير علمه والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضي فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترد ذلك في الغيبة وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه واشتركت فيما عدا ذلك ثم ذكر الشيخ نسيخ محمد العادم رحمة تعالى رحمة وسعة مسائل تتعلق بهذا الحديث فقال في المسألة الأولى حديث حذيفة رضي الله عنه هذا متفق عليه وثم ذكر تخريجه ثم ذكر الفوائد عليه فقال منها بيان غلظ تحريم النميمة وأنه ينافي كمال الإيمان وهو وجه المطابقة لإيراده في أبواب الإيمان ومنها كذلك حرص الشريعة على إبعاد المسلمين من أن يضر بعضهم بعضا إذ النميمة فيها ما لا يخفى من إفساد المجتمع كذلك فيها فضل حذيفة رضي الله عنه حيث سلك في الدعوة مسلك الحكمة فإنه لما علم أن الرجل له وجاهة عند الأمير خشى أن لا يقبل نصيحته لو وجهه بها وبين له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنفة وتكبورا فأراد نصيحته وإبلاغه الحديث من غير أن يعلمه أنه المعني به رفع صوته بالحديث حتى يسمع وينزجر عن غيه وهذا هو عين ما أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فكان من هذه صلى الله عليه وسلم إذا رأى منكرا من شخص أن لا يودهه بالإنكار عليه بل ينصحه من غير مباشرة فيقول أما بعد فنبال أقوى من يفعلون كذا وكذا كذلك من الفوائد أن نقل الحديث للمصلحة جائز ففي الرواية التالية فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير يعني أنهم شكوه إلى حذيفة رضي الله عنه لينصحه لينصحه حتى يترك النميمة فأقرهم حذيفة رضي الله عنه على ذلك مع أن قولهم هذا نميمة أيضا لما ترتب على ذلك من مصلحة نصح حذيفة رضي الله عنه له وكذلك من زجره عن نميمته كذلك من الفوائد مقاله الغزالية رحمه الله تعالى كل من حملت إليه نميمة وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك فعليه ستة أمور يعني نوع من إرشاد الترباوي للتعامل مع من يأتي لينم أن لا يصدقه لأن النميم فاسق وأن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله أن يبغضه في الله فإنه بغيض عند الله ويدب بغض من أبغضه الله تعالى وأن لا يظن بأخيه الغائب السوء أن لا يحمله ما حكي له على التجسس هو البحث عن ذلك وفي الآخر يقول أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا فيصير به نماما ويكون آتيا ما نهى عنه يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ما ذكره يعني بعد ذكر كلام الغزالي يقول يعني قال بعد نقل الكلام وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية فإن دعت الحادة إليها فلا منع منها وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته فكل هذا وما أجباهه ليس بحرام قد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن وكعادة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ذكره يعني المتابعات والشواهد رحمه الله تعالى رحمة وسعة يقول بسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال ويسحاق بن إبراهيم قال يسحاق أخبرنا جرير قال عن منصور قال عن إبراهيم قال عن همام بن حارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة رضي الله عنه ابن اليمان رضي الله تبارك تعالى عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات كذا بالسند المتصل من مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال واقع قال عن الأعمش حول الإسناد قال حدثنا من جاب بن الحارث تميمي قال واللفظ له قال أخبرنا ابن مسر قال عن الأعمش قال عن إبراهيم قال عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حذيفة رضي الله عنه إرادة أن يسمعه يعني ليسمعه حديث النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات والقطات قال ابن الأثير القطات هو النمام والنمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فإنم عليهم وقيل القطات الذي يعني يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم قال والقساس الذي يسأل عن الأخبار ثم ينمها أما باب بيان غلط تحريم إزبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق الصلعة بالحلف وبين الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم هذا بإذن تعالى في المرة القادمة إن شاء الله تعالى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلة ودينا قيما وشكاءا من كل دار اللهم إني أسألك من كل خير كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على محمد وآله وصحبه يسلم